مع السلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا فيك كيفما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم بجنحكيوا على تصريح ليلة الحديد وهجومها على رشد الغنوشي لقتله ما تبلغ لطموحه لن يكون إلا في أحلامك لأن الشعب التونسي فهم اللعبة وما عادوا يحصل لكم عشر سنين وانتما اتعذبوا فيه واعتبرت اليوم في الجلسة العامة النائبة عن حركة الشعب ليلة الحديد أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان جلسة لجلد رئيس الجمهورية ولتصفيت حسابات سياسية معه وأنه لم تكف خصومه صفحات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية لتخصيص جلسة لجلده متسائلة عن الجرم الذي ارتكبه وعربت النائبة في مداخلتها لها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون لتنقيح قانون محكمة دستورية عن حزنها لتحول البرلمان إلى فذاء لتصفيت حسابات سياسية مع رئيس الجمهورية معتبرة ذلك وسيلة من أحقر الوسائل التي يمكن استعمالها في القانون وأعربت النائبة في مداخلها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة دستورية عند حزنها لتحول البرلمان إلى فذاء لتصفيت حسابات سياسية لد رئيس الجمهورية وتوجهت بالقول أن رئيس مجلس نويب الشعب رشد الغنوشي أقول لرئيس المجلس لن تبلغ ما تطمح له من تشويهات لرئيس الجمهورية وهذا في أحلمك لأن الشعب فيهم اللعبة السياسية وما عادش يحصل لكم ريتو وش قاعدين يخدموا ريتو الدستور ومش ينهضوا بالبلاد والاقتصاد والسياسة والصحة ما تنسي وش لايك واشتراك وتفعيل الجرس كما قاتلك الشعب فيك وما عادش نحصل لوا لعبتكم وياحيا قيصة سعيدوا باي باي